استقبل سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبحضور معالي وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر لمحمد الصباح في قصر بيان اليوم استقبل معالي المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإخاذة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا فليب لازاريني والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد حضر المقابلة معالي رئيس ديوان سموي رئيس مجلس الوزراء عبد العزيز دخيل الدخيل ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية عبد العزيز سعود الجرالة